قالت محكمة العدل الدولية أن نيكاراجوا تقدمت بطلب إلى المحكمة للانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعوها التي رفعتها على إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب الإبادة الجماعية وذكرت المحكمة في بيان أن نيكاراجوا تعد سلوك إسرائيل انتهاكاً لالتزامتها بمجب اتفاقية منع الجريمة جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ودعيت جنوب إفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات كتابية حول طلب نيكاراجوا الإذن لها بتدخل كترف في الدعوة